هجمات متكررة وعملية اغتيال متواصلة تشهدها ايران بالتزامن مع تعقد مفاوضات ملفها النووي مع القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية صحيفة نيورك تايمز قالت ان جواسيس اسرائيل ضربوا ايران بقوة واجبروا اسماء كبيرة في طهران على دفع الثمن واضحت الصحيفة ان سلسلة من الاخفاقات المدمرة لطهران جعلت رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين الطيب يفقد وظيفته مشيرة الى ان الطيب خلال اكثر من عقد من الزمان كان يتمتع بحضور مخيف في ايران حيث ترأس جهازا استخباراتيا ضخما وسحق المعارضة الداخلية والخصوم السياسيين ووسع العمليات السرية خارج حدود ايران لكنه راح ضحية لحملة لا هوادة فيها نفذتها اسرائيل لتقويض امن ايران عبر استهداف مسؤولها ومواقعها العسكرية وفقا لمسؤولين ومحللين يأتي ذلك وسط مناخر متزايد من عدم الثقة داخل القيادة الايرانية بعد اعتقال القائد الكبير في الحرس الثوري اللواء علي نصيري بشكل سري بتهمة التجسس لصالح اسرائيل الانفجار الذي وقع بمنشأة بارشين النووية في جنوب شرقي طهران لم يكن الاول وغالبا لن يكن الاخير فمؤخرا تعرضت ثلاث مصانع ايرانية للصلب لهجوم الكتروني تسبب في وقف الانتاج في مصنع واحد على الاقل في احدث الهجمات التي تتوالى بين الحين والاخر لأسيما في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة وحديث رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت عن الاستراتيجية التي تستهدف ايران كجزء من خطة الاختبوط التي انتهجتها لمواجهة طهران والتي تعتبر بمثابة تحول استراتيجي باستهداف الرأس مباشرة بدلا من التركيز على وكلاء ايران في المنطقة